على مدى اكثر من عام وما زالت معاناة مرضى الغسيل الكلوي مستمرة في ظل حصار منع وصول المواد الطبية والمشتقات النفطية الامر الذي ادى الى توقف بعض مراكز الغسيل وخروج الاجهزة عن الخدمة مرضى الغسيل الكلوي مأساة تتعمق يوما بعد اخر في ظل حصار وحرب كونية عبثية لم تبارح مكانها اكثر من سبعة الاف مريض اجمالي المرضى المسجلين في خمسة وثلاثين مركزا للغسيل في مستشفيات محافظات الجمهورية يواجهون خطر الموت فيما العشرات منهم قضوا نحبهم جراء الحصار الجائر الذي منع وصول المواد الطبية الخاصة والمشتقات النفطية ناشد اهل الخير انهم يعني ينظروا الى الاوضاع هذه الصعبة وانهم يعني يخفف علينا من الالم هذه ومن الغسيل يعني الغسيل الكويل لانه ما نقدر نتحمل اكثر من اكثر من ثلاثة ايام واذا قططع الغسيل ممكن نموت عام ونيف من القتل والتدمير والحصار سجلت فيه وزارة الصحة ما يزيد عن ثلاثين بالمئة لعدد المرضى مقارنة بالسنوات الماضية ما جعل مراكز الغسيل الكلوي تقف امام تحديات ومشاكل الجمع زادت من واقع المأساة انه مشكلة مواد الغسيل الكلوي انها غير متوفرة في السوق المحلية وغير مصنعة محليا قيمتها برضو تكلفتها عالية وفي هذه الظروف الراهنة الان في الوقت الحالي في الظروف الراهنة هذه بسبب الحصار الموجود على البلاد ايش السبب انه تكلفتها ارتفعت اكثر بنقلها بسبب الحصار وبسبب التأمين انه مشكلة تأمين يكون موجود كذلك النقل ارتفع ايقار النقل برضو كبان مرتفع للمكان بل يكون فيها كذلك عدم توفر مادة الديزل او مواد الديزل بشكل منتظم هذا ادى الى انقطاع في الكهرباء كذلك المياه في شحة كبيرة بالمياه نتيجات برضو مشاكل هندسيات يكون موجودة بسبب برضو انقطاع الديزل اما من انقطاع الديزل او انقطاع القطاع الغيار كمالك انا اقول انه في مراكز غاسية موجودة في مستوى القمهورية تعاني من مشاكل اخرى غير انقطاع المواد اللي الا وهي قطع غيار الاجهزة الطبية فقطع غيار الاجهزة الطبية غير متوفر وغير ممكن موجود في الاسواق المحلية وزارة الصحة تحاول بامكانياتها المتاحة ايجاد الحلول الطارئة للتخفيف من معاناة المرضى ومواجهة الانهيار الصحي الذي فرضه العدوان الكوني الجبان وعبر التعاون والتنسيق مع منظمات دولية لها دور ايجابي وانساني في تخفيف المعاناة اشتركوا في القناة